بسم الله الرحمن الرحيم حمدا لك ربي كثيرا وصلاة وسلاما على من أرسلته للبشرية هاديا وبشيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أيها الأحبة في مسيرة الحياة التي نحياها وفي مسير الأيام التي نعيشها بدأ الناس يبحثون عن إشراقة شمس سلام وأمان مع شدة حوالك الظلمات التي تحيط اليوم بعالمنا العربي والإسلامي والإنساني بدأ الناس يبحثون عن أمان عن طمأنينة وهم يرون العالم اليوم يتصادم على أرضنا ويتقاتل بدماء أبنائنا وتبذل فيه الأرواح والمهج لا على غاية شريفة أو نزيهة أو سامية إنما على صراع ليصل الناس فيه إلى طبقات الحكم أو الاستيلاء على السلطات في العالم لذلك نقل لي سابقا أن بعض الإخوة الذين يستمعون إلينا في برنامج السلام عليكم يقولون ألا تشعرون ما يشتعل به العالم من نار وفوضى وأنتم تتحدثون عن الرحمة وعن السلام لماذا لا تحدثوننا عن الواقع عن هذا الذي يحدث لماذا لا تكونون طرفا مع أحد الأطراف ضد الآخر لماذا لا تقولون للظالم أنت ظالم وللمظلوم أنت مظلوم قالها البعض ووصلتني أنباؤها ولذلك أحببت اليوم أن أعود للبحث أين مشكلتنا ومن أين يبدأ الخلاص ونحن نعيش اليوم في عالم إذا أردت أن أعدد مواقع الفتن والحروب فيها سأجدها فقط في عالمنا العربي والإسلامي ولن أجدها في العالم الغربي أبدا فإن أردت أن أشير إلى بعضها فتعالوا معي لنبدأ بالصومالي بالسوداني بالجزائر بتونس بليبيا بمصر باليمن بالبحرين بالعراق بسوريا بلبنان وأنا لم أذكر فلسطين الآن إنما أذكر الحروب والدماء والطائفية والمذهبية التي باتت تعصف بنا وحتى العرقية والتي تمزقنا في عالمنا العربي أما في عالمنا الإسلامي فتعال إلى أكبر دولة إسلامية بعد أندونيسيا إنها الباكستان وفي كل صباح ومساء أسمع دماء وأرواح تزهق وفي أفغانستان ومنذ عشرات السنين وفي رواندا وفي هناك أيضا في جنوب شرق آسيا في بورما حينما يهجر مئات الآلاف من المسلمين إلى بنغلاديش ويموت الكثير منهم في البحر يتساءل أبناء عالمنا الإسلامي والعربي والإنساني لماذا تشتعل النيران في بلادكم يتساءل الأوروبيون والأمريكيون والروس وغيرهم والصينيون لماذا في العالم الإسلامي والعالم العربي تشتعل هذه النيران لماذا لا تشتعل في الدول الإسكندنافية وفيهم من هو أرسازوكسي ومن هو كاثوليكي ومن هو بروتستانتي ومن هو ملحد ويعيشون بأمان وسلام هل ما عندهم خير مما عندكم هل هم على صواب وأنتم على خطأ هل هم يمتلكون ساحة العلم والرحمة والسلام وأنتم لا تعرفون امتلاكها ها هي فلسطين قد أضعتموها وعلى أرضها قد تقاتلتم مع بعضكم فئات وجماعات وأحزاب ومذاهب حتى في أرض فلسطين السليبة فمن الذي يوحدكم ومن الذي يجمعكم أنتم معشر العرب وأنتم أمة الإسلام لماذا فقدتم بوصلة السلام والأمان فيما بين بعضكم البعض وتمدون أيديكم إلى أعدائكم ليساعدوكم على بعضكم البعض فأين السلام عليكم التي تلقونها كل يوم على بعضكم مئات من المرات بل وآلاف من المرات تبدأون فيها في صلواتكم وتختتمون بها في صلواتكم وتعيشون بها في شوارعكم أما في قلوبكم وعقولكم ونفوسكم فأنتم متحاسدين متعادين متباغدين متقاتلين صدق من قال هذا أين الحل وأين المخرج وأينما نحن وصلنا إليه وكيف نستطيع أن نخرج منه بحثت والتاريخ شاهد على سلام الماضي وحروبه وصناعة المستقبل وآماله نعم التاريخ هو الذي يعلمنا كيف نصنع المستقبل حياة أجدادنا وآبائنا هي التي تعلمنا كيف نعيش نحن وكيف نسلم هذه المسيرة لأبنائنا ولأحفادنا بسلام وأمان بحثت في تاريخ الإنسانية أيها الأحبة فوجدت أنه حينما خلق الله الأكوان هو خالقها وأوجدها بلا إنسان وراحت هذه الأكوان تدور وتسير في الكون أراد الله تعالى أن يجعل هذه الأكوان تعطي ثمراتها وتعطي دررها وتعطي مخزوناتها فخلق الإنسان الله خالق الأكوان خلق الأكوان من أجل الإنسان وخلق الإنسان هذا الإنسان الذي خلقه من اللحظة الأولى حدثنا عن بداية خلقه أنه من طين وأنه من تراب وأنه نفخ فيه من روحه وأنه أسجد له ملائكته كل هذا حدثنا إياه سبحانه لنعرف كيف نعيش في حياتنا وكيف نحيا في مستقبلنا فالذي يعرف أصله لا يتطاول على فرعه ومن يأتي بعده يعرف مكانته ولذلك حينما يحدثنا الله تعالى عن تاريخنا يجب أن نعلم أنه ما حدثنا عن الماضي إلا لنتعلم منه من الكتاب المكون والمدون فالكون كتاب أتقنت أجداتنا وجداتنا صنع الحياة فيه فكانت جدتي وجدتك يستعملون دواءهم من العشب ومن الأشجار ومن الثمار حين لم يكونوا يعرفون قضية الدواء عرفوا كيف يعيشون مع التراب والهواء والثمار والله عز وجل لم يخلق هذا الإنسان ليعذب في الحياة إنما خلقه لينعم ويسعد في الحياة فمن أين يأتي الشقاء وقد خلقه وأراد له السعادة وقال له أسكن أنت وزوجك الجنة فكل منها رغدا حيث شئتما ولا تقرب هذه الشجرة هي شجرة واحدة باقية لازلت في الكون هي شجرة الحرام وما بعدها كله حلال هي شجرة التباغض والتحاسد والحقد والكراهية وما بعدها المحبة والخير والعطاء والفضل الإلهي لذلك قال الله لحبيبه قال الله لنبيه آدم أو للمخلوق الأول قد أمنت لك طرق السعادة إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تضمأ فيها ولا تضحى أنت في حالة أمان جسمي في غزائك ولباس في سترك وسعادة في أجوائك وأنك لا تضمأ فيها ولا تضحى وجلس الإنسان في هذه الجنة في هذه الجنة يعيش سعيدا وجاء الحسد وجاء الحسد فأخرجه من الجنة ونزل إلى الأرض وهنا اتجه آدم إلى السماء مرة أخرى إلى ربه أخطأت فماذا أفعل دلني على طريق لأعود فيه إلى السعادة فتلقى آدم من ربه كلمات هذه الكلمات هي كتاب الله المدون التي نزلت إلى آدم فأعادته إلى الجنة ونزلت إلى داود فكانت زبورة ونزلت إلى موسى عليه السلام فكانت تورا ونزلت إلى سيدنا عيسى عليه السلام فكانت إنجيلا ونزلت على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم فكانت قرآن هذه الكلمات التي أعادت والد البشرية آدم إلى الجنة هي لازلت موجودة بيننا هذه الكلمات التي جعلها الله مصحفا وتوراة وإنجيلا وزبورا هي التي ستعيدنا إلى السلام والأمان وغيرها الفوضى وغيرها الضياء ونحن نعلم أن الله تعالى أنزل على سيدنا موسى التوراة فيها هدى ورحمة وأنزل الإنجيل فيه سلام وسكيلة ولكن ما كانت المعجزة هي التوراة والإنجيل كانت معجزة سيدنا موسى هي العصة يضرب بها البحر يضرب بها الحجر يلقيها فتكون حية فإذا كانت المعجزة لسيدنا موسى هي معجزة زمانية رآها من رآها أما التوراة فلم تكن هي المعجزة إنما كانت المنهج فأنزل الله تعالى على بني إسرائيل المنهج وقال خذوا ما أتيناكم بقوة وأنزل أيضا على سيدنا عيسى منهجا يصحح مسيرة اليهود الذين ابتعدوا عن التوراة وحولوا التوراة في تفسيرها من كتاب إلهي إلى كتاب يستعمله رجال الدين في خدمتهم فجعلوا التوراة خادمة لطبقة من رجال الدين وفسروها بأهواء وشهوات وجاء سيدنا عيسى لتكون معجزته هو أولا هو معجزة وهو تحدي سلام الله عليه فمن رآه رأى المعجزة حينما رآه طفلا يتكلم وهو في المهد ويقول إني عبد الله ولكن فورا قال آتاني الكتاب وجعلني نبيا فالنبي بلا كتاب ليس معه كلمة تبقى للعالمين آتاني الكتاب وجعلني نبيا وكانت معجزة سيدنا عيسى في ذاته وأيضا في إحياء الميت أحيى الميت وأبرأ الأكمه والأبرص فلما انتقل إلى السماء وانتقل سيدنا موسى بقيت التوراة والإنجيل منهجا في أيدي رجال الدين فتحولت التوراة من كتاب منهج إلى كتاب يخدم طبقة من الناس وتحول الإنجيل من إنجيل عيسى إلى تسعة أناجيل ففقد المنهج الذي أضاع فيه الناس طريقهم فتشتت الناس في هذا المنهج وجاء محمد صلى الله عليه وآله وسلم والمعجزة فيه أنه أمي لا يقرأ ولا يكتب فأنزل الله عليه منهجا وجعل هذا المنهج هو المعجزة المنهج الذي هو القرآن هذا القرآن هو المعجزة فمعجزة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليست في عصى وليست في سيف وليست في إكثار طعام معجزة النبي هي في الكلمة التي تنقذ الإنسان ونعود فيها فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه هذه الكلمات الباقية القرآن الكريم هو المعجزة الخالدة التي يمكن للأمة الإسلامية اليوم أن تجتمع حوله ولم يبق سواه ما يجتمع الناس حوله ولذلك قال صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح تركت فيكم ما إن تمسكتم به وفي رواية بهما فإن قال به فهما واحد وإن قال بهما فهما مثنى ثم قال لن تضلوا بعدي أبدا فيا من تتقاتلون اليوم في العالم الإسلامي وفي العالم العربي أقسم بالله لو تمسكتم بهذا الحديث لما تقاتلتم ولو تمسكتم بما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم قرآنا من عند ربه لم اختلفتم ما هو الذي تركته بيننا يا رسول الله وإذا تمسكنا به لن نضل أول ما قال كتاب الله القرآن الكريم هذا الكتاب ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا لماذا؟ لأن الله تكفل بحفظه فلا تستطيعون اختراقه ولا تستطيعون تحويره ولا تستطيعون الزيادة فيه ولا النقص فيه إنه قرآن كريم إنه قرآن كريم في كتاب مكنون محفوظ لا يمسه إلا المطهرون من الذي سيحفظه؟ قال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون إذن هذا القرآن هو الذي يجمعكم ثم قال وعترتي أهل بيتي عترتي أهل بيتي مع القرآن لا يفترقان حتى يردا علي الحوض يوم القيامة إذن أهل البيت والقرآن لا يفترقان وما النموذج أهل البيت؟ الزهراء وعلي رضوان الله عليهما والسلام ومن تبعهم ممن ثبت أنه من أهل البيت وليس من آل البيت هناك الآل وهناك الأهل آل محمد كل تقي أما الأهل من كان من نسب النبي الصادق هذا واحد والسبب إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجسة أهل البيت ويطهركم تطهيرا أما الحديث الآخر كتاب الله وسنة سنة النبي صلى الله عليه وسلم هذه السنة إذا تمسكنا بها مع القرآن منهجا وخلقا وأدبا لن تفترق السنة عن النبي فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم هو القرآن الناطق في الكون هو الذي تحول به القرآن من كلمة صامتة إلى أخلاق في الكون متحركة كما قالت أمنا عائشة رضي الله عنها كان خلقه القرآن فإذا هذا القرآن الكريم هو المنقذ لنا اليوم مما نحن فيه من ضياع وتفتت وتشرزم بمذاهب مذاهب وأحزان وأحزاب وتقاتل وطوائف لا يجمعنا إلا القرآن لذلك حينما سئل عنه سيدنا علي رضي الله عنه سئل عن القرآن وقبل أن يسأل عنه قيل له لسيدنا علي رضي الله عنه ألا ترى الناس قد خاضوا في الأحاديث قال أو قد فعلوها أي تركوا القرآن وبدأوا يتحاورون هذا حديث صحيح وهذا حديث مكذوب وهذا رواه أهل البيت وهذا رواه الصحابة ونحن لا نأخذ إلا عن أهل البيت وهؤلاء لا يأخذون إلا عن الصحابة القرآن لم يستطيعوا أن يقولوا فيه هذا إنما الأحاديث كذبوا بعضها وصدقوا بعضها وبعفوا بعضها فقال لهم سيدنا علي رضي الله عنه قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول ألا إنها ستكون فتنة ألا إنها ستكون فتنة فقلت ما المخرج منها يا رسول الله كيف سنخرج من هذه الفتنة إذا كانت قال كتاب الله الذي يخرجكم من هذه الفتنة هو القرآن لما يا رسول الله وكيف سيخرجونه يقول بروحي يا أفدي فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم ولن أشرحه الآن إنما سأقرأه ثم نشرحه في لقاءات قادمة ثم قال رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه الدارمي وجاء فيه تحفة الأحوزي وحكم ما بينكم فيه نبأ من قبلكم وخبر من بعدكم وحكم ما بينكم هو الفصل ليس بالهزل هو الفصل ليس بالهزل من تركه من جبار قصمه الله من ترك القرآن تجبرا قصمه الله تعالى ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله هو حبل الله المتين وهو الذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم هو الذي لا تزيغ به الأهواء ما يحدث اليوم في عالمنا هي عالم أهواء نقتل بعض يقتل بعضنا بعضا بالأهواء هذا يقتل هذا وذاك يقتل ذاك نقتل بعضنا بالأهواء ولا تلتبس به الألسنة أي لا تختلف به ألسنتكم انظر من يقرأ القرآن من المحيط إلى الخليج وفي كل عالمنا الإسلامي حينما يقول الحمد لله رب العالمين لا يقول الحمد لله رب المسلمين لا تلتبس به الألسنة ولا يشبع منه العلماء كل ما قرأوه مرة كل ما فتح عليهم فيه فهم جديد أنتم في عالمنا الإسلامية من يقرؤون الفاتحة كم قرأتم الفاتحة في حياتكم إن لم نقل آلاف عشرات الآلاف مئات الآلاف هل مللتم من قراءتها مرة لو تفكرتم بها لو وجدتم معنى حديث رسول الله أنها أم الكتاب فهل يمل أحد من أمه إلا في كل يوم تعطيه عاطفة جديدة إن كانت في الحياة أو كانت في الممات فالقرآن هو الذي لا يمل لا تلتبس به الألسنة ولا يشبع منه العلماء ولا يخلق من كثرة الترداد أو الرد ولا يخلق من كثرة الرد كل ما سمعته مرة كل ما عشت فيه آمالا جميلة ولا تنقضي عجائبه هذه لو وقفت معها أيها الأحبة ولا تنقضي عجائبه في برنامج السلام عليكم لعشنا ألف حلقة وحلقة في صورة الفاتحة وهذا الذي ترك سيدنا ابن عباس وسيدنا علي رضوان الله عليهما والسلام يقول واحد منهما لو أردت تفسير صورة الإخلاص لحملت منها سبعين وقر جمل سبعين حمل جمل من تفسير صورة الإخلاص لذلك قال ولا تنقضي عجائبه من قال به صدق ومن عمل به أجر ومن حكم به عدل ومن دعا إليه هدي إلى الصراط المستقيم هذا وصف النبي صلى الله عليه وآله وسلم للقرآن الكريم وهذا الذي جعل عمر بن الخطاب الذي يعتبر من الناس الذين كانوا في الجاهلية ممن أغلقت عقولهم وممن أغلقت عاطفتهم حتى أنه روي عنه أنه دفن إحدى بناته هكذا روي عنه وكان لا يلقى مسلما إلا ضربه أو لطمة ما الذي جعل عمر يستسلم لهذا الدين وما الذي جعله يقتنع به يروي لنا رواة هذا السند أن عمر كان يمشي في أحد أزقة مكة فالتقاه رجل وقال له يا ابن الخطاب ألا زلت تستعلي على المسلمين وفي بيتك هناك دخل الإسلام قال ومن في بيتي قال له فاطمة بنت الخطاب وزيد بن عمر بن سعيد هو أسلم صهرك وأختك فاتجه إلى بيت أخته وبيت صهره فقرع الباب وكان عندهم مجموعة تقرأ القرآن مكتوبة على صفحة فرأوا من طرف الباب أنه عمر وعمر كان بطاشا فأخفوا هذه الصفحة واختبأ من في البيت وخرجت أخته أمامه ففتحت له الباب وقالت أهلا بأخي قال قد صبأتي وراح يلطمها على فمها فأدمى فمها وأخذ صهره وجلس فوقه يضربه ويقتله فاقتربت منه أخته وربطت على كتفه فرفع رأسه وهو في قمة الغضب قالت يا ابن الخطاب أسلمت رغم أنفك ففعل ما تشاء ورأى الدماء على فمها هو الذي لا يستطيع رجال مكة أن يقفوا أمامه فكيف تقف امرأة أمامه أي طاقة جعلت فاطمة بنت الخطاب تنفعل هذا الانفعال سنرى ذلك في باقي محور حديثنا لمن فعلت هذه المرأة ولم قويت ولماذا زهل عمر إنه كتاب الله الذي ينشر السلام في القلب ويشهر النور والضياء يجعل الضعيف قوية والقوية رحيما ويجعل الجاهل عالم والعالم عارفا هذا هو القرآن الذي فيه سلام أمتنا وفيه نقاؤها وفيه طهرها حتى لا أطيل عليكم الحديث لا بد أن أتحاور معكم فيما تقدم ثم نتابع حديثنا بالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل لأحد منكم سؤال في هذا الموضوع في القرآن سلاما وإيمانا تضروا أعطوا المجريفون بداية السلام عليكم السلام ورحمة الله سيادة المفتي ابتداء من الآية الكريمة قال الله تعالى الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتابة ولم يزعل له عوزه رب العالمين أنزل القرآن الكريم كرمنا بالعقل لنطقن هذا الكتاب لكن ما نلاحظه في ظل الوضع الراهن كما شاهدناه على القنوات يستخدم القرآن الكريم من قبل الأطراف الأخرى اللي هي المجموعات الإرهابية يستخدم القرآن الكريم من أجل التضليل بالطرف الآخر والاستجرار به إلى جانبهم من أجل القتل يعني القداء عليه سمينا للموت سيادة المفتي فما حكم من يستخدم القرآن الكريم بهذه الطريقة وأيضا هل يجوز لقنواتنا عرض القرآن الكريم بهذه الصورة القرآن الكريم هو اسمه وأعلى ما في الوجود عرضه بهذه الطريقة يعني هذا بحزب قلوبنا جميعا يعني استغلال القرآن في خدمة أهواء البعض لقتل الآخرين واستعبادهم والاستعلاء عليهم هذا ما تقصدين شكرا هذا هو سؤال ثاني طيب القرآن الكريم ورد بلفظ قرآن 85 مرة وورد الكتاب في حدود 230 مرة ألف لام مين ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين فالقرآن لا يستغل من هؤلاء إنما يفسر على أهوائهم وهذا الذي كنت سأتحدث عنه في الدقائق القادمة متى ضيعنا القرآن من كتاب هداية ونور وضياء يجمعنا إلى كتاب نحمله ليقتل بعضنا بعضا ونفسره ليستغله بعضنا ضد بعض الآخر ولذلك يجب أن نعود إلى من يتحدث بالقرآن ويستسمره أو يستغله هل هو يتخلق بالقرآن فأجد أي إنسان يفسر القرآن أقول يجب أن أطبق عليك القرآن أولا فالقرآن حينما يقول قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن الله معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلى آخر الآية وآتي لمن يستغل القرآن ليصل فيه إلى السلطة ثم يكفر الناس جميعا أقول تعالى الله تعالى قال الحمد لله رب العالمين وقال للنبي وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين فأنت من اللحظة الأولى قاتل للعالمين مكفر للعالمين مؤزن للعالمين فكيف أخذ منك القرآن وأنت لم تفقه القرآن في حياتك فإذن حينما أقرأ القرآن يجب أن أطبقه على من يستغله ضدي هل هو مطبق للقرآن فمن هنا نبدأ بأن نرى القرآن الناطق ثم نسمع منه أما أن يأتي بالقرآن الصامت فيستغله أو يستجدي به الناس كما يفعل بعض الناس يستغلون القرآن طباعة وقراءة وتلاوة كم تدفع لنا من الأجر هناك من يستغلون القرآن للوصول إلى السلطة والحكم نقول لا هو الكتاب الذي أنزل شفاء ونقاء ورحمة للعالمين وما نزل ليكون دستورا أو ليكون منهجا للمعتدين الآثمين الذين يجعلون من القرآن عظيم فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون ونتابع بعد قليل إن شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم وحين نقف ذاك الموقف الجليل الجميل في مجتمع جاهلي مع سيدنا عمر ومع فاطمة بنت الخطاب رضي الله عنها التي امتلأت قوة حينما صار في قلبها وفي أخلاقها كلام الله عز وجل حين رأت أن عمر سيقتل زوجها أرادت أن تنقذ زوجها فتحولت بالقرآن إلى لبوة شجاعة قوية لتقول يا عمر أسلمنا رغم أنفك يا ابن الخطاب يترك عمر صهره ويقف أمام أخته من أين جاءتها هذه الطاقة ومن أين جاءتها هذه القوة هذه القوة وهذه الطاقة جاءت ممن يقرأ القرآن وله قلب أما من يقرأ القرآن وليس عنده قلب فلا يستطيع أن يحمل من القرآن ما حملته فاطمة بنت الخطاب لذلك يقول الله تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فإنه حينما سيجيبني البعض هذا هو القرآن مطبوع بيننا بالملايين فلماذا لا ينفعنا إن الله عز وجل جعل القرآن ينفع لمن له قلب أما من فقد قلبه واتبع هواه أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم القرآن عنده في بيته وقد يحفظه في صدره ولكن لا يطبقه في قلبه قد يجعله سلعة يعيش بها فإذن الذي أعطى فاطمة رضي الله عنها بنت الخطاب هذه الطاقة هو إيمانها بالقرآن وليس قراءتها للقرآن فنحن ما أمرنا فقط أن نتلوه بلا تدبر إنما أمرنا أن نتلوه لنتحول أو نحول كلمته الصامتة إلى كلمة ناطقة في حياتنا فقالت نعم قد أسلمت وفعل ما تشاء فقال لها ويحكي ماذا كنتم تقرؤون قد سمعتكم قبل أن أدخل إلى البيت أنكم كنتم تتلون شيئا والتفتت بعينها إلى السرير وعليه صفحة من القرآن جلد كتب عليها قرآن فهوى إليها ليأخذها خافت أن يمزقها فأسرعت وأخذت القرآن من يدي أو أخذت تلك الجلدة جلد غزال أو جلد من الجلود كتبوا عليه هذه الآية فقال أرني إياها فقالت إنك مشرك ولا أسلمك إياها اذهب فاغتسل حتى أوطيك إياها مع أنه في الأحكام الشرعية لا يجب عليه الغسل كما قال الفقهاء الشافعية والأحناف والجعفرية والزيدية وكم يحزنوني أننا أخذنا مذاهبهم وما ذهبنا إلى طرقهم حيث جعلوا هذه المذاهب لثرائنا الفكري وعطاء الله المددي وحولناها إلى أقفاص مغلقة نتقاتل من خلال هذه الأقفاص فأخذ الصفحة من يدها وقرأ بسم الله الرحمن الرحيم طاه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلا الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الترى إذن هذه هي رسالة القرآن ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى وهذا جواب لما سألته أختي وابنتي هم أخذوا القرآن فتقاتلوا به فتحولوا من تقاتلهم بالقرآن إلى أشقياء فقال الله تعالى أنزلنا عليك القرآن لتسعد به لا لتشقى به ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى ولكن من الذي يفهمه من الذي يحسه من الذي يتذوقه إلا تذكرة لمن يخشى أي لمن يخشى الله ولا يستعمل القرآن لهواه منذ سوعة كنت أسمع إلى أحدى القنوات وفيها رجل يتكلم خطيبا ويشتم من خلال خطبته ويكفر بعض العلماء الذين لا يوافقونه في مذهبه ويشتم بعض الحكام الذين لا يطيعونه له هم يصلون ويصومون هؤلاء الحكام يصلون ويصومون مثله تماما ولكن لا يطيعون هواه لا يسلمونه السلطة فإذا به يقول يا كفر يا مجرمون ثم يقول على علماء بل على عالم من أكبر علماء بلاد العالم الإسلامي يقول عليه أيها الكافر وهو عالم يقول على عالم يخرج آلاف العلماء من جامعته يقول له يا كافر فالقرآن لم ينفع هذا لأن القرآن تذكرة لمن يخشى فمن لم يخشى الله ولا يخافه يستعمل القرآن في قتل الناس وإيزائهم إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلا الرحمن على العرش استوى لماذا استعمل كلمة الرحمن هنا مع القرآن الذي لا تشقى به مع الذي يخشى يتجلى عليه الرحمن فإذن حينما تفقد الرحمة من الأمة فيما بين أبنائها ويتحول الرحمة إلى انتقام وقهر وقتل كما سمعت منذ أيام مجموعات مقاتلة باسم الإسلام تأتي فتأسر بعض الناس وتقول ها هنا يقف أهل البلد الفلاني وها هنا أهل المدينة الفلانية وها هنا أهل المذهب الفلاني بهذا الشكل ثم يبدأون بقتل أهل هذه المدينة سألوهم لماذا لم تقتلوننا لماذا تقتلوننا قال لأنكم لم تخرجوا معنا في الثورة وأنتم تصلون وتصومون نقتلكم لأنكم لم تخرجوا معنا وقالوا لأسحاب المذهب الآخر الذين بدأوا بقتلهم لماذا تقتلوننا قالوا لأنكم لستم من مذهبنا نحن نقول لا إله إلا الله محمد رسول الله فقتلوهم وهم يرددون القرآن وهذا منذ أيام إذن هؤلاء لا علاقة لهم بالقرآن ولا علاقة لهم بالإسلام إنهم أخذوا القرآن بدل أن يسعدهم فتحولوا به إلى شقاوة وإلى عذاب لذلك لما قرأها سيدنا عمر وهو صاحب القلب الغليض والذي قالت عنه تلك المرأة حينما سمعت أن عمر أسلم ضحكت وقالت أنا لا أصدق لو أن حمار الخطاب أسلم لما أسلم عمر بن الخطاب ولكن القرآن استطاع ليس أن يصرع عمرا إنما أن يحي عمر عمر الذي فقد عاطفته وقلبه تحول بالقرآن إلى رجل إذا سمع القرآن فاضت عينه من الدمع وخشع قلبه إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون جاء إلى النبي فأسلم هذا جذبه القرآن أما الآخر سمع القرآن وأعجب به ولكن استطاع الشيطان أو شيطان الإنس أن يجذبه مرة أخرى فيجعله يكفر بالقرآن إنه الوليد بن المغيرة الوليد جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعرض عليه عروضا كثيرة عرض عليه ما يريده أهل مكة بتريد مال بتريد ماذا تريد نعطيك اترك هذا القرآن واترك هذا الدين فبدأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ شيئا من القرآن فخرج المغيرة الوليد وقف ووضع يده على شمي النبي قال أسكت ثم هرب من الغرفة وذهب إلى أهل مكة وقال أيها الناس والله لقد سمعت كلاما ليس من كلام البشر ولا من كلام الجن وفي رواية ليس من كلام الإنس والجن لقد سمعت كلاما إن أعلاه لمسمر وإن أسفله لمغبق وإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإنه يعلو ولا يعلى عليه فقام أبو جهل وقال لقد سحرك محمد يا وليد لقد يا أبا المغير لقد سحرك محمد لماذا طلب الله منا إذا أردنا أن نقرأ القرآن أن نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لأن الشيطان يستعمل كل طاقته في إضلالنا عن القرآن بل في تحوير القرآن في معاني إن لم نستطع تحويره في مباني لأن الله حفظ القرآن من أن يحور لذلك لو عدنا إلى القرآن الكريم في صفاته التي أنزله الله فيها الله وصف القرآن بالكتاب الحكيم والكتاب المبين وأن هذا القرآن فيه هدى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى ويبشر المؤمنين إذن لو نظرنا إلى 58 آية في القرآن ذكرت اسم القرآن لو وجدنا 58 مرة فيها صفة من صفات القرآن التي فيها الصفاء والنقاء والعطاء أما لو جئنا إلى الكتاب لو وجدنا عجبا في وصف القرآن في الكتاب حينما يذكر الكتاب الكتاب الألف لام را تلك آيات الكتاب المبين ألف لام مين ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أخذ هذا القرآن دوره في حياة الصحابة وخصوصاً والنبي أمي لم يقرأ ولم يكتب ولم يتحدث قبل الأربعين لا ببلاغة ولا بفصاحة ولا بشعر كان إنساناً لطيفاً عادياً يحمل الأمانة والصدق فقط ما أثر عنه خطبة قبل القرآن الكريم ما خطب خطبة قبلها أبداً إنما كان يتحدث مع قومه بالصدق والأمانة فلما أنزل عليه القرآن انطلق ليحمل الراية يا أيها المدثر قم فأنذر قبلها أنزل الله عليه اقرأ اقرأ فقال ما أنا بقارئ أنا لا أستطيع القراءة لأنني ما قرأت في حياتي فضمه جبريل إلى صدره اقرأ قال ما أنا بقارئ ضمه مرة ثانية والثالثة ثم قال له هناك من يقرأ باسم مذهبه وباسم جماعته وباسم هواء اقرأ باسم ربك الذي سيعلمك هذا القرآن وعلمك ما لم تكن تعلم لذلك حينما بدأ يسمع من جبريل القرآن بدأ يردده على لسانه فإذا بالله سبحانه يقول لك لا لا تحرك به لسانك لتعجل به لكي تحفظه إن علينا جمعه وقرآنه نحن الذين نجمعه في قلبك ونقرأه على لسانك لذلك ما تحفظه بالعقل تنساه وما تحفظه بالقلب لا ينسى أبدا لذلك الحب مصدره العقل مصدره القلب والعلم والعقل والقرآن مصدره القلب أين نزل القرآن نزله على قلبك بالحق ولذلك قال عن الذين لا يفقهون القرآن لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها إنهم كالأنعام بل هم أضل لماذا قال بل هم أضل لأن الأنعام ليس لها قلوب أما لها سمع وبصر لها سمع وبصر فالحيوان يرى طريقه وإذا صحت عليه استجابلك أما لا يعرف كيف يتعاطف معك في القلب لذلك يفقد الواحد منهم ابنه أو الطائر كذا يتخلى عنه بعد ولادته ويمشي أو بعد تفقيسه بأشهر ونحن لا نتخلى عن أبنائنا ولو صاروا أجدادا لذلك أيها الأحبة قال له الحق عز وجل اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم لغيرك علمته عن طريق القلم ولكن هناك علم الإنسان ما لم يعلم وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فض الله عليك عظيمة فلما نزلت اقرأ عليه وأسرع إلى البيت والتقى بخديجة وقال زملوني ثم أخذته إلى ورقة ابن نوفل وهو صاحب الإنجيل الذي قرأ المسيحية وهو رجل من رجال المسيحية فقال ما هذا الذي حدث معك يا ابن أخي فحدثه فإذا به يقول قدوس قدوس هذا هو الناموس الذي أنزل على موسى لما لم يقل على عيسى لأنه أنزلت التوراة على موسى وأنزل الإنجيل تابعا للتوراة ولم ينزل الإنجيل أصل والتوراة فرع إنما التوراة أصل والإنجيل فرع بعدها لذلك قال هو الناموس الذي أنزل على موسى عليه السلام يا ابن أخي ليتني فيها جزعا أيقويا إذ يخرجك قومك نعم سمع القرآن ورقة وآمن بالقرآن وآمن بالنبي عليه الصلاة والسلام فأين القرآن منا اليوم وماذا فعلنا في القرآن إلى لقاء قادم إن شاء الله كيف تركنا رسول الله على المحجة البيضاء ليلها كنهارها وكيف ضيعنا هذا الذي يوحدنا ولا زال بيننا ليوحدنا بإذن الله فأسأل الله تعالى أن يجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا إنه سميع الدعاء هل لأحدكم شيء سؤال في هذا الموضوع تفضل إن شاء العدل بأواحد السلام عليكم سيادة المفتي من خلال حديثك الآن تبين لنا أنك توصف حالة قد عمت في الأمة الإسلامية والتي هي التفسير الخاطئ من علماء كبار في الأمة الإسلامية مما يؤدي إلى تشوف في سلوك حاملين هذا القرآن وتشوف في سلوك حاملين تفسير هذا القرآن وممارسة الإرهاب والقتل إلى ما هناك طيب ما هو الحل حتى تعود لكي تلم شمل الأمة من جديد على قرآن وعلى علماء فعلا يخشون الله وتتنزل به الرحمة علينا العودة إلى الإسلام المحمدي إسلام نبينا صلى الله عليه وآله والسلم الذي قال لنا تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها فإذا نظرنا إلى المذاهب وإلى الجماعات على أنها أفكار بشر ليست مقدسة فلا تقل لكبار العلماء ولا صغار العلماء كلهم بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من رد ورد عليه إلا صاحب هذا القبر الشريف النبي لا يرد عليه أما باقي العلماء أيا كان فنحن نحاورهم فلا قداستة لأحد في موضوع الحوار في إسلامنا فنستطيع أن نحاور الجميع فمن قال لك أن هذا هو الإسلام أقول له الإسلام هنا في القرآن وليس في رأيك فرأيك إن جاء متوافقا مع القرآن هدى ونور أخذنا به وإن جاء متصادما مع القرآن فأشعل النار والخرابة والقتل فهذا ليس قرآن لذلك نقول للجميع نحن نريد أن نعود إلى إسلام النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن تنشئوا مذاهبكم وطوائفكم وأحزابكم وأعراقكم وتأتوا بالقرآن ليبرر لكم هذا الوجود القرآن قبلكم فعودوا جميعا إلى القرآن ولنعود معكم إليه فهو كتاب سلام وأمان وأمن واطمئنان ووحدة كلمة فإن عدتم إليه توحدت الأمة مرة أخرى بإذن الله أسأل الله أن يجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة